حديثنا اليوم سيكون حول مقاصد سورة النجم وسنتعرض لبعض من التأملات في آيات هذه السورة تفاصيل كثيرة تطلعنا عليها الدكتورة رانا الحمصي المتخصصة بالفقه والتفسير أهلا وسهلا فيك دكتورة أهلا بكم وجمعة مباركة لجميع المسلمين إن شاء الله يعني بداية دكتورة دعينا نتحدث عن سياق نزول هذه السورة كيف جاءت؟ نعم نحن نعلم أن القرآن نزل نجوما في خلال 23 سنة منها ما نزل في مكة ومنها ما نزل في المدينة والغاية من هذا التنجيم هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاء المجتمع المسلم عقائديا أخلاقيا فكريا لأنه تغيير مجتمع بأكمله فكان لابد من تنجيم تنجيم بمعنى تنزيله قطعة قطعة يعني تربية المجتمع المسلم فردا عقلا إيمانا ومجتمعا اجتماعيا طبعا لو نظرنا إلى هذه السورة طبعا هي مكية جاءت أو نزلت عقب سور أربعة كلها ابتدأت بقل لو تتبعنا تسلسل السور راح نشوف أنه اقرأ المزمل كذا كذا بعدها اجت المسد اجت الحمد وبعدها التكوير سبح كذا إلى آخره إلى أن نصل إلى أول ما ابتدر الكافرين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وهم المبازرة لعله محمد أراد تجارة فليعني نساومه نقول له نعطيك المجد سنة ونأخذ المجد سنة نتبعك سنة وتتبعنا سنة نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة فنزلت أول السور التي ابتدأ استهلالها بقل ما الغاية من هذا التعبير الغاية من هذا التعبير أن هذا الكلام ليس من فكر محمد وليس من اجتهاد محمد وليس من هدف لمحمد وإنما محمد عبد الله عبد مأمور ناقل أمين لذلك قال له قل فجاءت قل يا أيها الكافرون تبليغ تماما عن أساس الدين أنه اتباع وليس ابتداء الأمر الثاني ولا دخل فيه للبشر إنما محمد عليه الصلاة والسلام ناقل السورة التي بعدها جاءت بسورة الفيل سبحان الله جاءت سورة كالجملة المعترضة بين هذه السور والغاية منها أنكم إياكم أن تنكروا على محمد وقدرس رب محمد فأنتم عند حادثة الفيل ماذا قال جده للإبل أما الإبل فأنا ربها عندما ذهب إلى النجاش وأما البيت فللبيت رب يحميه وأنتم أخذتم هذا الكلام واتبعتم قول عبد المطلب وتركتم الكعبة لربها وقد أنقذها ربها فلما جاء محمد عليه الصلاة والسلام بأمر هذا الرب ما لكم تعرضون عنه بعدها مباشرة تأتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وهي السورة التي تعلم الإنسان أن هناك مخاوف ولكن هذه المخاوف بيد الخالق نعم وأن هناك وسوس من شيطان الإنس وشيطان الجن ولا مأمن لك منه إلا الله يعني أن الله ليس فقط صاحب هذا الدين وإنما هو الملاذ الآمن بعدها تأتي جاء أيضا المشركون وسألوا إنسب لنا ربك من هو ربك فنزلت قل هو الله أحد قل 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 ثم نزلت سورة النجم سورة النجم نزلت بعد أن بدأ المشركون يتقولون فيما بينهم إن محمد يتقول هذا القرآن من الذي يلقنه من أين يأتي بهذا القرآن فنزلت هذه السورة الجميل في هذه السورة أن ما سبقها من السور المفتتحة بالقسم جاءت بعدة أقسام لكن في سورة النجم قسم واحد نعم لا يحتاج الأمر لكثير من الأقسام لأن هذا الإنسان الذي سأقسم بحقه صاحبكم عشتم معه رأيتموه قبل أن يأتي بهذه الدعوة المباركة أنتم من أعطاه لقب الصادق الأمين من كان صادقا وأمينا مع البشر كيف يكون خائنا في تبليغه عن الله لذلك جاءت والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى القسم غليظ دكتورة نعم ما معنى النجم إذا هوى النجم في الحقيقة فيها للمفسرين عدة أقوال لكن أنا لا أريد أن أخوض في تفاسيرهم بعضهم من قال أنه القطع من القرآن تنزل وعضهم من قال أنه النجم إذا غاب لكن كلا المعنيين بصراحة لو أردت أن أربطها في سياق السورة وما سبقها من سور سنرى فيها شيء من الغموض طيب لو قارنت ما سبقها من السور مع هذه السورة كموضوع أين ذكر جبريل عليه السلام ذكر أول مرة في سورة التكوير جاء في كل ما يتعلق بالقيامة من علامات تسبقها نعم وما يكون في القيامة فلا أقسم بالخنس الثقوب السوداء الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش متين مطاعم فمأمين نفس بعض الكلمات اختيرت الآن في هذه المقدمة لتمكين أو لتثبيت صفات من يلقن النبي صلى الله عليه وسلم إذن يجب أن نأخذ أن هذه النجم إذا هوا النجم إذا غرب ربما الشمس إذا انطفأت وبدأت القيامة يعني معلومة غيبية لا أريد أن أتأول من نفسي لكن أنا قلت لك من خلال الجمع بين السورتين كون تلك السورة ابتدأت بأحداث وعلم الفلك التي لا ترى في العين ولا تسمع ولا أحد يعلمها فهذا من علم الغيب يقسم الله أيضا هم كانوا ينظرون النجم إذا بدأ المغيب دل على الطريق يعني كانوا يعرفون الطرق وعلامات وبالنجم هم يهتدون كيف كانوا يهتدون بالنجم كانوا يهتدون بالنجم إذا غرب فكأنه يقول أقسموا بالنور في وقت دلالته وجاء بالنور الذي أنزله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضل صاحبكم وما غوى ما قال إن نبينا راشد ورشيد أو على هدى وصراط مستقيم لا قال ما ضل صاحبكم وما غوى نفى عنه الضلالة والغواية ما الضلالة ما الغواية نعم هذه الكلمة في كل كلمة فيها سرعظيم ما ضل صاحبكم أي لم يكن صاحب ضلالة قط ما معنى الضلالة الضلالة هي الإنحياز عن الصراط المستقيم عن قصد وغير قصد يعني تطلق عامة قد يضل الإنسان وهو لا يقصد الذين ضلت أعمالهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع فممكن أن يضل الإنسان وهو لا يقصد الضلالة يظن نفسه على خير نعم لكن الغواية هو يعلم أنه غوي ويمعن في هذه الغواية وهذا النفي ما معناه أي أنه رشيد منذ أن خلقه الله صاحبكم منذ أن عرفتموه وهو صبي صغير طول صحبتكم له كان فيه الرشد نعم وجدتم فيه لا ضلالة ولا غواية يعني لا غواية فيه الرشد موجود لكن قد أكون راشدا وقد أضل أحيانا لكن نفي الضلالة يعني تنقية النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا يقول وما ينطق عن الهوى هذا الذي جاء ليس من هوى نفسه وليس من ابتكاره وليس مما فعلتموه أنتم وآباءكم هو يعبد ربا خالقا مدركا لهذه العبادة ومن بلغه بهذا العلم ومن بلغه بهذه الرسالة القوي الأمين الذي في السماء وأعطاه صفة وهنا يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول أن يتحدث في هذه السورة بصراحة عن المصداقية كل شيء تؤمن به يجب أن يكون موضوعيا ومصداقيته واضحة مرجعية محمد صلى الله عليه وسلم الوحي من الذي بلغه الوحي؟ القوي الأمين من الملائكة ذو مرة ذو قوة فاستوى المستوي ليس فيه الإنحناء الذي أطلعه على علم الغيب الذي اقترب بعد أن كان في الأفق من النبي صلى الله عليه وسلم ولامس قلبه فوضع فيه علم الغيب وأراه ما في الكائنات من سدرة المنتهى وويل آخره جميل الآن بعد هذا المقطع يقول أما أنتم ما مرجعيتكم بمن تتمسكون بثلاسة آلهة والشيء العجيب أن هذه الآلهة كلها تحمل اسم الأنفى وهذه الإناث عندما اختارتها العرب ادعت أنها تعبدها لأنها بنات الله طيب الآن يأتي الله سبحانه وتعالى فيقول لهم وهذه الصورة على الحقيقة هي أول صورة نعم تتعرض لنقد فكر الكفار لماذا؟ لأنني عندما أريد أن أقنعك إما أن ترى الحق وتتبعيه أو تعرضين ما عندك وأعرض ما عندي ثم نبدأ بالقياس لنصل إلى الحقيقة فالله سبحانه وتعالى لأنه يحترم العقل والمنطق خاطبهم بمنطقهم أنتم تعظمون الأنثى وتعبدونها لكن ترتضون لأنفسكم الذكر وتفتخرون به ويسود وجه أحدكم من الأنثى تمام؟ تناخذ الفكر نعم لذلك قال لهم ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني أقل شيء سووا الله بينكم وبينه وأنتم في قناعتكم أن الله أرفع منكم فكيف تسووا؟ يعني أراد أن ينقذ لهم مصداقية فكرهم لذلك قال لهم هذه ليس لها من سلطان محمد يتبع ما نزل به من سلطان إلهي لكن أنتم إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس عندما قال لها قال سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان فالله سبحانه وتعالى هنا يبدأ فيقول كن صاحبة منطق صحيح لتكون صاحبة تصرف واختيار صحيح جميل انقذ نفسك من اختياراتك واختيارات الذي أمامك عادي من شئت لكن اسمع قس ثم اختر أما أن تختار على عمى والتبعية فهذا الأمر من الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إذن دكتورة حضرتك أكدت أن هذه السورة بدأت بتكذيب ادعاءات المشركين وتثبيت نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ينطق من وحي الله سبحانه وتعالى ونقد فكر الكفار حديثينا أيضا من ناحية أخرى عن الدعائم الدعائم الفكرية أيضا التي قامت عليها هذه السورة يعني لو تابعنا ما قلت لك سابقا سنجد أنه بعد أن قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا أتى على مصداقية جديدة وهي ما جاء في صحف موسى وإبراهيم أنتم تؤمنون بموسى نبيا وتؤمنون بإبراهيم نبيا لو تأملنا على ذكر إبراهيم وموسى لم يأتي في هذه السورة أولا جاء ذكرهم أولا في سورة الأعلى في آخرها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى محتوى دعوة إبراهيم ودعوة موسى مختصرها التزكية قد أفلح من تزكى تمام؟ هنا الله سبحانه وتعالى أتى على صفات من تزكى وأن له الجزاء الأوفى أتى على ميزان التعامل بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده قال ليجزي الذين أساءوا السوء السوء أنت كيف أسأت بنفس السوء ستجز به ويجزي الذين أحسنوا الحسن ليس الحسن ليس بما فعلوا لا الحسن بأجمل مقابل ثم من هؤلاء الذين سيجيهم الله الحسن قال الذين يجتنبون الكبائر كبائر الإثم والثواحش إلا اللمم وهنا يريد الله سبحانه وتعالى يقول له للإنسان أنا ربك الذي خلقتك جنينا في بطن أمك وأعلم أنك تذنب وأعلم أنك تقصر فإذا ما اجتنبت الكبائر والفواحش والآن سنتكلم عن الفرق بين الكبائر والفواحش فالله سيغفر لك ثم ماذا قال له أتى على ذكر هذا نذير من النذر الأولى وعفوا قبل عندما قال ذكر الإنسان رأيت الذي كذب وتولى وآت قليلا وأكدى يعني الإنسان إن فعل خيرا يفعل خير ثم يقطعه أم لم ينبأ بما في صحف موسى لماذا صاحب هذا الخير يقطع والمؤمن لا يقطع لأنه لم يأتيه خبر النبوة الأولى خبر موسى وإبراهيم أيضا أتى بشكل مختصر ليبين لنا أن محمد لم يكن بدعا من الرسل بل هو تابع لإبراهيم وموسى الذين يؤمنون به ماذا كان في هذه الدعوة ماذا كان في هذه الدعائم ألا تزير وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن تنال خير ما عند ربك لأنك ابن فلان هذا بمفهومك وليس بمقياس الله نعم العدالة الميزان اعمل خيرا ستلقى خيرا إن قصرت فالله غفور ما اجتنبت الكبائر والفواحش طيب ما الكبائر وما هي الفواحش الكبائر هي عظام الذنوب الذنوب التي جعل الله لها سبحانه وتعالى بيانا لعاقبة من يقترفها لكن الفاحشة لماذا فرق الله بينها الفاحشة هي لها عامل نفسي نعم مثل الزنا تسول لنفسي فأتجرأ على الله وأتجاوز الافتراء كل شيء فيه عامل نفسي شهوة نفسية اسمه فاحشة من كبائر الذنوب وما سوى اسمها الكبائر وإن كانت الفواحش من الكبائر لكن الله يريد أن يقول هو يعلم ما في نفسك فميز بين الكبيرة وبين الفاحشة تأتي هذه الصورة لتنتهي بميزان رائع من الذي أهلك الأقوام السابقة عدها في هذه الصورة عدا كاملا ومختصرا لكل الأقوام التي أهلكت ذكر وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح كذا والمؤتفكة أهوى إلى آخره دكتورة هذه الأخبار كلها كانت تصل للعرب من مصادر أخرى طبعا هم عندما كانوا يسافرون كانوا يعرفون قوم عام المهلكة وقوم لوط وإلى آخره كانوا يعرفونها ولكن لا يأخذون العبرة فجاءت هنا هذه الصورة لتقول لهم أن ربكم ليست هذه الآلهة لذلك قال أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر يعني حتى النجم الذي تعبدونه هو خالقها وهو ربها يريد أن يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وهنا يعني محمد لا يأتي من نفسه سابقا للقريشيين أتى بيعني ماذا أقول نظرية منطقية وذليل منطقي يناسبهم لكن لمن بعدهم أنا لا أعبد لا منات ولا كذا ولا أفكر تفكيرهم أتى الله بكلمة ليثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله من رب العالمين لآخر الدنيا كانوا يعرفون أن ولادة الإنسان من ماء الرجل لكن ما كانوا يدركون أن هذا الماء متألف من النطاف فانظر إلى التعبير القرآني من نطفة والنطفة الواحدة هي التي تحدد نوع المولود ذكرا كان أو أنثى وبعد أن ينتهى قال لكن دعينا نقف عند هذه الآية تحديدا وسياق ذكرها في ظل هذه الأمور للعظمى التي تم ذكرها في هذه السورة تحديدا يعني لماذا التأكيد على مسألة خلق الإنسان في هذه السورة؟ طبيعي لأن الدعوة الحقيقية من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الارتباط بالخالق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وهنا أيضا يريد أن يربطه أنا أعطيك دليل على أنني خالقك صانع الشيء يعطي سره أنت صناعة طعاما تمام؟ سر هذا النفس في هذا الطعام الذي يتميز عن غيرك تتميزين عن غيرك به أن تعطي أن يكون السر عندك بمقاديره بأوقاته الله يعطي السر في خلق الإنسان والسر في خلقه أصل خلقه وأصل نوعيته لذلك أتى بهذه الآية أيضا عندما قال في سباق هذه الآيات والذي خلقكم أجنة في بطون أمهاتكم وأنتم أجنة هو يعلم فلا تزكوا أنفسكم إنه أعلم بمن اتقى لا تقول أنا ابن فلان وأنا من قبيلة كذا الزكي الطاهر النقي الله يعلمه لأنهم سيعترضون لما محمد؟ هناك من هو أغنى من محمد وهناك من هو أقوى من محمد وهناك من عنده زكور كما كانوا يعتبرون إن شانئك هو الأبطر فهنا قال اختيار محمد صلى الله عليه وسلم جاء لعلمه سبحانه وتعالى به فهو لم يضل ولم يغي وهو الزكي ولذلك جاءت بعد هذه الآية أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وقد ذكرت سابقا وذكر الله سابقا في سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزك في أولها بمعنى أنه هو صاحب الفلاح وهو الذي يصحه أن يكون قدوة للمفلحين من بعده ولستم أنتم يعني حقيقة تأملات راقية ورائعة جدا دكتورة قرأنا معك السورة بطريقة أخرى نرجو بالفعل أن يفتح كل إنسان هذه السورة اليوم يحاول قدر الإمكان أن يتأملها ويتعلم منها الكثير بطريقة أخرى شكرا جزيلا للدكتورة لا أخو أستغفر الله الله يبارك فينا وفيكم شكرا جزيلا للمشكل ترجمة نانسي قنقر